من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة مثل ما ذكرت سابقا بأن موضوع الخوف والارتباك يعني ليس هو المهمة المناطة بشكل كبير حق المدربة لأن المدربة تعلمت ولكن الخوف والقلق هذا مع الممارسة كل ما مارست أكثر يعني كل يوم تسوقين كل يوم تسوقين كل يوم تسوقين يروح تدريجيا من النادر جدا أن المدربة أو المدربة يكون يعني هو اللي يطرد الخوف لأن هذا أصلا بشغلت يعني شغلت هنا تعلمت السواقة كيف أحصى على الكتيب مع المدرسة بالنسبة لكتيب تعليم القيادة أول كانوا المدارس يوزعون قبل الكورونا كانوا يوزعون كتيبات أغلب كل مدارس مثل هذا حق منسد جدا أول بس حين طبعا أغلبهم صاروا يعتمدون على الكتيبات على الأونلاين يعني أحدا اللي حترازات كورونا طيب أخر خلني نشوف العلامات أرسلت شي على خاص العلامات مجون كلهم طيب عزيزة الصائقة عزيزة الصائقة لو لا سمح الله أحد صدم سياف تكون معرفتين ش تسوين الحل مع الكاميرا داش كامب من متجر زينة نقدم لك تشكيلة متنوعة تمتاز بسهولة التركيب وما تخرب الديكور للطلب موسيقى في بعض المدارس نعم عندها الكتيبات لازار توزعها يمكن يمكن طيب تسأل هنا السائلة تقول التضليل للسيارة الباقي نعم التضليل التضليل عندنا له ضوابط طبعا تغير شي بسيط يعني لكن لازار طبعا أكيد زين كيف أفهم السواق وأنا نظري لحظة كيف أفهم السواق وأنا نظري أدرس هذا أحد الأخوات اليوم مسألت التعليم شوف أي شي نتعلم في الحياة وفيه شي يتحرك لابد أننا إحنا إيش أو لا يكفي النظري فالدراسة النظرية لا تكفي لابد من التطبيق طيب كيف أحصل أونلاين الأونلاين إذا سجلت في مدرسة تعليم القيادة يعطونك شيئا في الرابط لأنه مرتبط باليوزر والباسورد كذا أخاف هل مع الوقت يزول؟ نعم الخوف دائما يزول مع الاستمرار والممارسة كيف أسوق؟ سؤالك واسع جدا مثل اللي يقول كيف أحصل كيف أحصل أحصل كل الناس اللي يجب أحصل أقصد أنني درست أونلاين وعندي اختبار وما فهمت شيء على المدرسة هذه الدروس الأونلاين إذا تقدموا لها درسة أونلاين ودرسة عملي إذا انت عدت الدروس اللي يقتيد من بشكل نظري بعد أن تنتدخل في مرحلة اللي هي التعليم العملي العملي فأنت لسه ما خلصت يعني إذا المدرسة عطتني ثلاثين ساعة أقدر روف مدرسة ثانية واحدة مستولة لا هذا كأول كان الحين لا التزييع عن طريق أبشر خلاص مرتبط كل نظام واحد كيف الاختبار العملي سهل ولا كيف أنجح في تكلم عن ما أقدر أنا أقول لك تنجحني أنا ما أقدر ما أقدر أقيم يعني ذهنك ومهارتك هذا العملي يعتمد على أنت على فهمك على تطبيقك المهارة طبعا نسوي معكم صفقة اللي يسأل ونجاوبة يعطيني لايك مني الجواب ومنكم اللايك طيب مني الجواب ومنكم اللايك طيب الاختبار النظرية عن بعد اخترت هل أختبر في البيت ولا لا المحاضرات النظرية أونلاين والاختبار تروحين المدرسة لازم تحضرين نعم طيب أسألك في اللفات القوية اللي فيها مسار واحد رايح جاي كم أسوق شوفوا دايما البنات يسألون إن اللفة الإنعطاف الدوار كم أمشي كم السرعة ما حد يقدر يحدد السرعة لأن أن عطاف الشوارع زوايا سبعين ستين ثمانين أكثر أقل فالزاوية اللي تحدد بس يعني ما في ما حد يقدر يحددك كم السرعة لك عادة يكون أخاف يعني أنا أخذت الرخصة بس ما زالت خايفة الرخصة خلنا أعلمكم شيء الرخصة مو بدور هني تطرد الخوف ولد الرخصة يعني يعطونك شهادة أن أنتي صرتي تعارفين تسوقين أما الخوف والقلق هذا لا دور المدرسة ولا دور المدربة هذا دورك أنت تمارسين كل يوم تمارسين سواقك كل يوم حتى يزور عندك هذا الشعور اللي هو شعور خوف من القيادة زين الآن لازم تعمل أساسيات السياسة واللي عادي أروح أسجل مدرسة القيادة وهم يعلموني طبعا هو المفروض المدرسة دور المدرسة شنه دور مدرسة يتعلمك الدربك وتعلمك ويبقى بعدين لا إله لله المهارة والقدرة أنت تنفذينها بعدين طيب نجي حق السؤال تقول شلون تبديل الرخص البحرينية بالنسبة لإستبدال الرخص الأجنبية سواء البحرينية أو الخريجية تأخذين موعد عن طريق موقع عبشر تختارين المرور مواعيد وتختارين اللي هو استبدال رخصة بعدين يأتي موعدك تروحين المرور المدينة التي اخترتها سواء مثلا دمام الجبال الرياض المدينة على حسب وطبعا يقول لنا نتصل عليك فيما بعد على أساس أنهم يصادقون أو يتأكدون من الرخصة عن طريق السفارة البحرينية في الرياض وما ظهر فيها ورقة كده تعبينها ورقة تعبينها شي بسيط ويقولون خلاص روحين ونتصل عليك يتصعد عليك سبوع سبوعين شهر يوم يومين على حسب طبعا الزحام عندهم وبعدين يتصعد عليك تجين يقيمونها مثلا الاختبار البسيط إذا نجحتي خلاص يسحبون منك الرخصة البحرينية ويعطونك الرخصة السعودية بعد ما دفعن الرسوم طيب وين أسجل طيب الدراسة ما فهمت سؤالك إذا أبي المحاضرات عن بعد المحاضرات اللي عن بعد مو بيعني هي موجودة على اليوتيوب المحاضرات اللي عن بعد المدرسة نفسه هي تعطيش اليوزر والباسوورد وكده مثل الجامع يعني طيب كيف أبدلها بالجبال نفس اللي ذكرتها من شوية يلا نتفق معكم ها مني الجواب ومنكم اللعيك طيب كيف أكثر الخوف في الليل سواء في الليل أو في النهار دائما الخوف من القيادة طرده وكسره يتم عن طيق الممارسة المستمرة الممارسة المستمرة وين أسجل لدراسة القيادة وين أسجل موقع مو يقولون لأبشر تدخلين على أبشر لاحظوا خلنا علمش الطريقة خلوكم معاي بس بس دقيقة بأعلمكم شلون طريقة جيبوا ورقة وغرب إذا حدي بيكتب شلون تسجلون في موقع أبشر حق مدرسة القيادة اللي يحتفظ دقيقة بس دقيقة دقيقة خلنا بس أطلع لكم بالضبط خطوة خطوة خلوكم معاي خلي تميعي خليك ميعي يا الله طيب بالنسبة للي بيسجلون في مدرسة تعليم القيادة عن طريق أبشر الخطوات التالية اللي بقولها الحين ذاحد يبي يسجل يبي يصور يبي كذا تدخلين على موقع أبشر منصة أبشر أوكي وتختارين المرور ثم تختارين التدريب في مدارس القيادة أوكي ثم تختارين دورة ثلاثين ساعة آت كمع الممتدئة أوكي تختارين بعد ذلك المنطقة يعني منطقة الرجاج منطقة مكة منطقة شرقية ثم تختارين المدينة اللي توفر فيها وراحقش طبعا يمكنك ما تلاقيين يعني ما في فل يحتاجنش تعاودين المحاولة مرة ثانية على حسب الازدحام اللي عندهم طيب نجي حق الأسئلة اللي بعدها مثل ما قلنا مثل ما اتفقنا عهدا مني ومنكم مني الجواب ومنكم اللايك اللايك وكون طيب ناخد سؤال ثاني طيب أنا ليه شهرين أخذت الرخصة وأروح وأجي دوامي بس كم شهر بس كم شهر يبيلي عشان أسافر على السيارة شوفوا دائما المهارات والقدرة والإنجاز والإقدام ذي سلوك نفسي يدفاوت من شخص إلى شخص يعني يعني خلنا أعطيكم مثال بما نكون نساء أوكي الحين أجي نفرض أنه عندي حين أربع بنات وبعلمهم الطبخ وأقول لهم سووا وحطوا وكذا الطبيعي إن هالأربع بنات بيختلفون في سرعة البديهية والفهم والحفظ ذي تحفظ أكثر ذي نبهة أكثر ذي تبط القلب ذي بطيئة فذي نفس الشي القيادة ما أقدر أحكم متى تقدرين كذا متى تقدرين تسوقين متى إن قال يش تعرف وهكذا يعني طيب طبعا طبعا بالنسبة لك تسيما ستعين القيادة الدخول من المتصفح وليس من تطبيق الجوال كيف أتجرى أني أسوق طريق سريع أنت إذا إذا سكتي في الطريق مارست القيادة في طريق في داخل مدينة باستمرار بيكون عنده سريع جدا عادي يعني بعض البنات تسوق وبشكل مقاطع موك اليوم ما تسوق كذا ما يستوي عندك لازم باستمرار السوقين طيب تقول تكفى رد على سؤالي يا رمثما قلنا منكم السؤال ومني الجواب ومن ثم منكم اللعيك طيب أول يوم أروح أطلع رقصة هل بيكون في مهارات أول يوم لا 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 تسجف من السل التعليم القيادة تنتظرين يجي اسمك وبعدين يعطونك محاضرات نظرية وبعدين يختبرونك نظري وبعدين تدرسين عملي وبعدين تختبرين عملي وبعدين تاخذين أخصام جاوبتك بقى شوء للطقين يا أخي سألتك عشر مرات وما رديت عليه كيف تجرع الطريق السريع الطريق السريع الطريق الداخلي الليل القيادة بشكل عام مش مقيدة بطريق سريع أو طريق ليل القيادة بشكل عام تتجرئين من خلال أنك يوميا تطلعين تسوقين إذا تجرأت أنك تسوقين داخل المدينة داخل داخل البلد كل يوم تبعدين شوي شوي تبعدين شوي شوي تسوقين راح تكون عندك الجر يشتمشين في الطريق السريع ما يعني قدرة القيادة في الطريق السريع لا تختلف عن القدرة القيادة داخل المدينة يعني مثلا من جدة إلى مكة أو خنقول من دمام إلى الخبر أو من الرياض إلى القصيم وهكذا يعني السواقة داخل المدينة نفس السواقة برى المدينة بس داخل المدينة تطلب شوي حذر أكثر لأن إشارات وناس وحركة بينما الطريق السريع تعال ستبعدين وكل سيدة ما شي طيب نشوف لا تنسون أعطونا اللايك عشان لطقنا ما جاوبناها طيب كلنا بغير نسيج من السؤال كيف نتجرى الطريق والسريع والزهم أي شي أي شي تخاف من أنت قلت أتجرى كيف أتجرى يعني لما أنت قلت لي أتجرى يعني أنت تخافين سواء تخافين من سواقة الليل سواء تخافين من القيادة في الطرق السريعة سواء تخافين مع شي دائما وأبدا أنا مبطبي بنفسي بس دائما وأبدا الشي اللي أنت تخافين من أنت ليش تخافين من لأن أنت تجربتك فيه قليلة ممارستك لها قليلة إنما بالممارسة المستمرة المستمرة يصير أمر طبيعي هل لو أتدرب أسبوع أقدر أطلع رخصة لا ما تكف في أسبوع هل يصلح السواقة عمر 13 سنة السؤال هذا يبدون أنه مفخخ طيب أنت من أكبر الداعمين للسياقة حياة شاء الله أتشرف بذلك لا تنسون مني الجواب ومنكم اللايك طيب لك الاحترام والتقدير لا لا أمزح وياك ترى لا لا أكيد طبعا بتمونين أخت عزيزة وكريمة نحترمك ما أريد دعابة طبعا لا أكيد أنا أتشرف بوجود كل فرد هنا ما فهمت الأخت تقول أنا على جوجل عادي ما فهمت أنا على جوجل عادي أنا على جوجل عادي ما فهمت يعني طيب هنا السؤال يقول أنا سجدت منلسة القيادة وبعد انتظار السنتين أعطوني موعد حق تحديد المستوى الحين إذا رحت وش الأجراءات إلى تحديد مستوى الله يسأل بالنسبة حك تحديد المستوى أنت مساجد تحديد مستوى صح؟ يعني أنت لما نيجي موعدش بتروحين المدرسة وبيختبرونك يعني بيقيمونك أن أنت تعرف أنت سوقين فعلا أو لا لأن أنت قلت أن عندك مهارة فأنت راح يجي موعدش ورح تلقبين السيارة ورح يقول إن شاء الله سوقي ما عدو تروحين دوار باركنج تجاوز بيشوفون شون تأدين هالمهارات دي هل فعلا أنت عالفين تسوقين أو لا طبعا ترى أنا قاعد أكلمكم أنا متكرون لأنني حجر في البيت بس الحمد لله جات خفيفة بس أول يومين شفية لكن فيما بعد ربي سهل ربي لك الحمد والشكر بس لما طلعت آه قصدتش الخرايط لا لا تقولون جوجل تقولون خرايط لأن جوجل شركة جوجل والخرائط هي جزء من خدمات جوجل طيب أنا عندي مشكلة بمسكة ديركسون إذا جيت في اليوتين أحس ألا خبط فيه ما يصير انسيابي ما أقدر شرحني بليه شرح على كيف نحفظ الطرق السريعة دائما الطرق بشكل عام طرق سريعة والشوارع تحفظين هذا كل مرة تروحين يعني مثلا من بيتش إلى الدوام من بيتش إلى بيتش أوكي مرة ثنتين ثلاثة تروحين تحفظين أول حين عندك خرايط جوجل الخرايط جدا سهلا الخرايط الدليت يعني لو تدي كم أثرت في حيات تقدم الفجر القياد الحمد لله رب العالمين هذا أنا أتشرف وأعتز أعتز أني أكون خادم صغير في هذا البلد الجميل بلدي طبعا لحد يقول لي أنت سعودي إيه سعودي والله سعودي طيب كيف أضبط جوجل ماب وين السواقة ما فهمت كيف ما فهمت سؤال الله يعافيك أختي تقول بس لحظة لا صراحة لا صراحة لا صراحة تقول صراحة خمس دقائق مو تحديد مستوى إيه طبعا هم بيختبرونك تحديد مستوى القصد فيه أن يختبرونك يشوفون أنت هل فعلا تعرفين أنت سوقيين وطبعا أي إنسان يعني أي واحد يدرب عفوا أي واحد يسوق السيارة بمجرد ما أركب معاه إذا أنا أعرف السوق بمجرد ما يركب معي وقالي الله سق سق ثواري أصلا بيبين عندي أنه فلن يعرف السوق أو لا إعليمي أو جديد منكم اللايك يلا مني الجواب منكم اللايك طيب أمشي على الخلايا أبيك تعلمني أنا لم أسرع الدلوكسون يميل لم أسرع الدلوكسون يميل ما فهم جوابك أخاف من قيادة في الليل ذكرت قبل شوية بأن الخوف الحل السحري له الاستمرار والممارسة كيف أضبط الخرائط بين السواقع ما فهمت شون يعني ما فهمت كيف أضبط الخرائط بين السواقع ما فهمت حاول تشرقني أكثر في كورونا عجلة تلبس كمام شا لبس كمام وين ألبس كمام أول شهر قاعد بروحي شيء ثاني بيني وبينكم شاشة ألبس كمام يا الله ألبس كمام طيب عادي بشار خرائط الحمد لله ربي لك الحمد والشكر مني الجواب منكم لايك لايك كوني طيب لا إله أهلا الله أخذت 12 ساعة ما عني أسوق من سنة ونص بجاوب على الأخت دقي ما اسمه الأخت نانو 134 كثير مثل الأخت اللي اسمها اعتقد نانو تقول أنا سوق لي سنة ونص وعطاني 12 ساعة عطاني 5 ساعة دعنا أقول لكم شيء خواتي هناك فرق هناك فرق أنت تعرفين تسوقين بشكل عام وأنت تعرفين تسوقين وفق مهارات وقوانين المدرسة المطلوب المرور يلزمك أن أنت تسوقين وفق قوانين المدرسة لأن السنة التي تسوقين فيها والسنون ونص أنت لا تسوقين يعني فما يكفي نشط السنون يقولين لازم تسوقين وفق القوانين يعني فيعني أنت تسوقين بس يمكن ما تعرفين تتقين الباركنج ما تعرفين تتقين الدوار طيب حصلت على رقصة الحمد لله وهذا بفضل حياتي الله يوفقك إن شاء الله كيف أركز مع الخرائط والسواقة ذي العملية نفسية ما تعرفت كلام فيها لأن أنت شو أنت بحق السواقة وشو أنك لكن مع الممارسة يعني نظرة سريعة بس على الخرائط يعني تمشي في الخط السريع كذا مالله طيب أشكرك بالبداية إيه بحريني ما فهمت كلمتك عمري مراح انساها اللي تخاف من لازم تتجرب عشان تروح الخوف نعم صحيح من طيبك تربيتك الله يسلمك إن شاء الله هذا من أصلكم الطيب أصلكم الطيب حقيقة أنا أتشرف جدا أني أكون معاكم طيب ما ليسى بعض الأسئلة تروح ما أنتبه طيب طبيعي لا تنسونا باللاعيك كيف أقدر المسافات مسافات إيش إذا قصد مسافة السيارة في قناتي في قناتي درس نزلت عن هالشي إشارة الجسر إيش تعني يعني قدامك كبري حصلت على رقصة الحمد لله وفضل ما شاء الله الله يوفكتش إن شاء الله هل ضرورة السرعة في الدوار لا السرعة في الدوار الدوار ما ينسرع فيه ولكن هل تتقييدين وفق حسب الدوار فيه كبير فيه صغير تقول أربع وخمس دروس كل شرح الدوار شرحتها بعدة طرق في قناتي قناة مصطفى لايف دقيقة بس لحظة خلكم معايش نطلع لكم أسهل لكم لحظة بس لحظة 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 بس لحظة أطلع لكم الدوار الحمد لله دخلوا قناتي قناة مصطفى لايف وبتلاقون دروس كثيرة عن الدوار في هذا كنم شوفا شرحت الدوار بعدة طرق إن شاء الله تضبط لكم كتبوا قناتي مصطفى لايف قناة مصطفى لايف وين راح على اليوتيوب من مندي الجواب ومنكم اللايب طيب 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 ناخد باقي الأسئلة وانا ماستقي خلنا أبدأ خلنا أخذ الأسئلة الطاقة عشان الأخوات يستفيدون بناة تشجع أنا حارة جدا صعبة وشاط أستاذ أنا الواحد واثق ومتمكن الأهل خايفين جدا من الخروج للشارع حالي إيش الحال أقنعهم حاولوا تطلعين تدريجيا شوي لأن موضوع الأهل لشوي يعني ما العلاقة بالسوابة قد ما العلاقة بالعادات والتقاليد هو مون مطلوب مطلوب الثقة بس بالنسبة لهم أهم يبني طمأنون يعني شفرين عمليا في التسوقين يعني لا تنسوا أنه باللايك طيب ما عنا شمس القاعدة أقار السنة أنا لما أسرع يميني الدلوكسون كم يعني تسرعين ليه تتوقف السيارة فجأ السيارة ما توقف فجأ إلا إذا في خلال الذي نادر جدا يعني لا تنسوا أنه باللايك كيف أكثر الخوف والتردد والتوتر لازم تكون القوة شجاعة خلنا أقول لكم شي فيما يتعلق بالخوف من القيادة الأخواتي تحت بجاوبكم اسمعني خلنا تكن فيها النقطة بالنسبة للخوف من القيادة وما يتعلق بها الخوف هذا الشعور يخصك أنت الخوف مشاعر تخصك أنت يعني أنت لفظني أنك تحصلين أحد يفتح مخك وبيحط الجرأة وبيسكر عليه وبيقول شاء الله يمشي مثل الرجل آلي لا 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 مثل لما الدكتور يعطيك لدوة الدكتور أنت تذهب لها تشتكين لها عندك علة عندك مرض معين يقوم يكتب لك الدواء صح؟ نزين أنت بماناك يعني إنسان عاقل ورشيد وتكبرين تفهمين تنتظرين أحد يجي يفتح ثمك ويحط لدوة في ثمك؟ لا لازم أنت تأخذين لدوة وتشوفين الوصفة أو يعني كم يوم كم مرة تأخذين في اليوم وتأخذين قلاس ماي وتبلعين الحبوب وتشربين الماي وتسقين ثمج ويدخل الحبوب ويأخذ مفرولة وتطيبين منذ بيسوي لكي الكلام؟ أنت ذا نفس الشيء الخوف فيك أنت ليس فيه أنا اللي بقولك أنا حين مستعدة أتكلم معك 24 ساعة أقنع فيك إن الخوف كذا وكذا ساعة كورونية لازم الخوف لازم الجرعة الجرعة تنبع منك أنت أنت ح لو قلتني أنا خاف أنا بعطيش نصايح الدنيا إذا ما يكون عندك فيك أنت نابع من داخلش أنت ما تسفيدين الخوف ما به هو ألم أعطيش مسكن ولا به هو اسم الله عليكم التهاب أعطيش مضاد ولا به هو الجرح أعطيش لزقة الخوف هو شعور طبيعي في ذاتنا ولكن إذا صار مفرط أو طول أو يعني غير مبرر يكون خطأ نظرين؟ فلا لا تسعين أحد يقولون أشراي أروح الخوف أنت هتشايفين أنت أنت اللي لازم تكونين شجاعة لازم تقنعين نفسك بنفسك أما تقول والله أنا أخاف ما سأسوي ما الحل ما في مخلوق راح يقول لك اللي بيقول أذكر الأذكار واللي بيقول لك طلعته كالله واللي بيقول لك كذا كل ذي نصايح يعني ويقولون اليد في الماء الحار ويد في الماء البارد أعطيش لا بد ينبع منك تنبع منك الشجاعة والقدرة إذا خفتي من الأسد يقولون طبي في ثمة طيب تقول وش الأهم في الداش كام أمامي ولا خلفي شوفوا ترى بيقول لكم شي بالنسبة لحد الداش كام ترى لو تدخلون في المتاجر ومواقع إلكترونية بتلاقون أغلبا غالبا تصور أمام ليش لأنها مو بكامرة مراقبة عشان تعلم الشمق من سيارات الشمق من اللي حرك عفوا ترى أنا قاعد أكلمكم وأنا مصاب بالكورونا بس الحمد لله جاي خفيفة فقاعد أتسلم الله يبيد عنكم إن شاء الله فبالتالي بالنسبة لحد الداش كام الأهم الأمام وراء ما تصرأت شيء وراء ترى نادر جدا دخلوا مواقع اختروني بتشوفهم 90% تباع كاميرات أمامية قليل تباع كاميرات أمامية كاميرات خلفية طيب أنا حارت طيب والله والله قلنا أرجح قد راح محاذفات أسرين حاولي جوه بس دقيقي طيب طيب كيف لا تسمحين طيب أنا حارت والله أنت أكبر داعم تحية الله يشارك إن شاء الله الحمد لله نعم لك تقول مصاب شرب شي دافئ والله شربت إن كل بس الحمد لله إذا سكت سيارة خوي وهو مفوض خويتي مفوض لا عدم قيادة السيارة بدون توفيض مش مخالفة أبي سيارة جيب يكون سعرها معقول الجي ترى السيارات الجيب غالي مبرخيصة يعني إلا اللهم الصيني طيب تقول إذا سكت سيارة نعم كيف أعرف مسافة السيارة الآمنة اللي بيني وبين السيارة دخلي في قناتي قناة مصطفى لايف بتلاقين درس عن المسارات بعض السائقين توقع الله دا منك خد في الرخصة فأنتي اجتزتي ثلاثة أرباع العملية بقى إنش تنطلقين بس أنا ودي أتعلم السواقة بس عندي فوبيا كيف التغلب عليها أنت تقولين أنا ودي أتعلم السواقة دقيقة لحظة لحظة خلاشا أنا ودي أتعلم السواقة هذا في كف بس خايفة يعني أنت مجرد رغبتك بتعلم القيادة فهذا جرأة وممتاز خايفة أنت تحتملين الخوف مو بلاك يعني عندي بس الشعرة هنفرخ شمي أحرى طيب نزيل أنا ودي الله يعني حامي وذكر الله إن شاء الله تعالى يبعد عنك كل سوء إن شاء الله تعالى دائما من توكر الله فهو حسب طبعاً حين أشوف كيف أعرف المساحة الآمنة هل هل في فرق بين السيارة الكبيرة الكبيرة الجيب والصغيرة مثل الصني بالنسبة حق الفرق بين السيارات الكبار والصغار لا لا الفرق بين السيارات إذا كنت متمرس دائماً المتمرس في القيادة ما تفرق مع السيارة الكبيرة أو الصغيرة ولكن المستجد في القيادة يفضل أن تكون السيارة الصغيرة أسهلة لتقدير المسافات حياة إن شاء الله لأخذكم طاقة إيجابية الله رحمه كيف أشيل الرعب بعد ما أحكي السيارة ما فهمت سيارة 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 فرنسية ممتازة قوية ومريحة وفيها مواصفات جداً جميلة وسيارة مفضلة عند كثير من الدول بس مشكلتنا عندنا في السعودية مشكلة السيارات الأوروبية السيارات الأوروبية نقصد فيها اللي هو البيجو الرينو الفيات الفلكسواجن سيارات الأوروبية ممتازة كل شيء بس في السعودية يعني قليلة انتشارها السعودية تعرفوا يحبون التيوتا والمازدا والهنداي وكذا لذلك هذه السيارات سمح الله أخاف أنا ما قاعد أقول لك أخشى إذا احتجت لها خدمة أو قطة غير يعني تتأخر أو مش موجودة مش أي ورشة تصلحها مثلا لكن تقول مثلا البيجو في مصر البيجو في مصر ملكة طيب نجح لا تنسوا مني الجواب منكم اللايك الله يسنك الله يشفي مرضانا ومرضاكم إن شاء الله تعالى التوسان أو السيارات الهنداي في السعودية ممتازة يعني خدماتها وكذا تقول أخي دخلت دخلت بشيك وتذكرت أشيك على المواعد لقيت موعد الأخ بالنسبة الظهر الأخ تقول أنه دخلت كذا مرة أبشر عشان مواعد مدرسة وبالموت بعدين حصرت يعني بعد المحاولات طيب أبغي موعد مشكلة لازم ندخلين باستمرار على أساس أن نتحاولين أنت حصني موعد ما شفت سؤالك لقد تقول ما شفت سؤالك المبرز تنصح بتعليم قبل دخول مدرسة والله هو أكيد يفضل 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 أن أنت تحاولين تتعلمين السواقة قبل ما تدخل المدرسة يعلمك زوجك أو أخوك مثلا مدئلة الذكران أول كان في المدرسة بعض المدرسين أو بعض المدرسات يقول لك مثلا بقى عندنا الدرس الفلاني حاول تقرى الدرس على أساس لما تأتي يوم ثاني يكون أسهل لك بالنسبة لأخي تقول صار لي حادث وستأخاف شيء شنه الحل أعتذر تعبت بقطع البد ما لش أعتذر أستأذنكم مالش أعتذر منكم بقفل بان أعتذر مقبصة أعتذر